الشيخ بدون تنظيم هذا لا يعد يعني سفر أصلا الذي يسافر الآن إلى مكة يحجز حجز مسبق والعملة ومن فين يشتري الهدايا ومن أين يأخذ الزمزم كيف يا شيخ الآن بعض الدعاة يخرج للدعوة بدون إعلان لا يعرف أين ينزل لا يعرف العملة اللغة لا يأخذ معه كتب التعامل مع من الجمعيات حال البلد الفرق الموجودة الشيخ لا بد دراسة كاملة ولهذا يعني والله شيخ أنا مضطر الآن أسجل هذه المقاطع بإخواننا حتى يستفيدوا قبل النزول إلى هذه المناطق أحيانا بعض الكلمات تساهل عليك والله شيخ مسافات طويلة جدا يعني احذر من فلان ما في إشكال فلان مثلا هذا يستغل الدعاة هذا المسجد ليس بكذا يوجد رافضة في المنطقة لا يحذر لا تتكلم في الرافضة كلام علني يعني شيخ فيه بعض المسائل هذه أساسيات يعني قد يستهيم بها البار لكنها مهمة جدا يعني في الدعوة مثلا الآن عندما كنا في مدغش غر يعني التصريح على الرافضة يكون في إشكال فنحن نلمح نتكلم عن الصحابة حقوق الصحابة كذا 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 والحمد لله حقوق على البيت نهو زي ما تفضلت يعني إظهار القواعد والتوابط وأساسيات يعني خلاصة المعتقد لأهل الإسلام والأهل السمة من غير ما نتعذب للفرق الأخرى وبخاصة التي لهم فيها تمكن ومدغش غر وأمثالها وما تفضلت به لا شك من قضية دراسة المنطقة أو الاستطلاع العام عن هذه المنطقة ممن له الخبرة فيها قبل النهار أمر هذا بده لا بد واستشارة على الخبرة يا شيخ اللي سبقونا الآن مثل مثلا الشيخ محمد بقيت الحجيلي هذا الشيخ أنا ما رفع نعم يعني هؤلاء المشيخ اللي لهم ضاع في الدعوة خاصة في أفريقيا صحيح نعم من بين الأشياء أذكر هذه العبرة يعني وإن كان ربما بعض الأخواننا الأفارقة إذا سمعوا يغضبوا شوي يعني كان أصالي الشيخ محمد بقيت حبي أول رهلة قال لي في الغالب أردت تنظيم بعض التنفيبات يعني أعمل الاستشارة مع كل واحد على انفراد يعني هذا المنطقة أو هذا المنطقة واجلس مع هذا على انفراد واجلس مع هذا على انفراد رأينا هذا أمر مهم جدا حقيقة صحيح يعني تعلم الشيطان مداخل فأنا عمل بمثلي هذا لا شك إن شاء الله فيه خير كفير يارب صلى الله يتقبل وإنفر بالجوة فرصة طيبة والله دكتور الله يحفظ بارك الله فيك أي الله شكرا مرحبا